اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مساءل أحد فتاة فلسطينية قرب البوابة الغربية لمستوطنة كريات أربع شرق البلدة القديمة في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وأفاد شهود عيان أن القوة الصهيونية حصلت الفتاة بدريعة أنها كانت تحمل سكينا بنية طعن جنود صهينة وقالت مصادر إعلامية فلسطينية أن الفتاة المعتقلة هي نيفين محسن فزاع الجعبري 18 عاما وقد هرعت إلى المكان قوات عسكرية صهيونية بأعداد كبيرة فيما تم نقل الفتاة إلى أحد مقرات الشرطة الصهيونية تبهدا لاعتقالها فيما أصبت مستوطنة بجروح خطيرة مساءل أحد في عملية الطعن بمستوطنة عتنائيل المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالخليل جنوب الضفة المحتلة قبل أن تعلن وفاتها سريريا ويعلن مقتلها لاحقا وذكرت المصادر الإسرائيلية أن المستوطنة الصهيونية تبلغ من العمر ثلاثين عاما وأصبت بجروح خطيرة بعد تعرضها لعملية طعن فيما تمكن المنفذ من الانسحاب وقال المصدر إنه طلب من جميع سكان المستوطنة البقاء في منازلهم حتى إشعال آخر خشية من بقاء المنفذ في المنطقة فيما شرعت قوات الاحتلال بأعمال تمشيط واسعة وأعلنت القناة العبرية الثانية أن المستوطنة وفيت سريريا ولاحقا أعلن عن وفاتها متأثرة بجروحها الخطيرة وبمقتل المستوطنة الجديدة يرتفع عدد القتل الصهيونة منذ اندلاع انتفاضة القدس مطلع أكتوبر 22 أول الماضي إلى 28 قتيلا إضافة إلى مئات الإصابات في سلسلة عمليات طعن ودهس وإطلاق نار ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين التي أدت إلى استشهاد 162 مواطنا بينهم 30 طفلا و7 نساء في الفترة نفسها جنسيتهم فلسطينية وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية في الخليل بسماع صافرات الإنذار ومشاهدة الطائرات الصهيونية في سماء المدينة الخليل مع تحركات مكثفة لدوريات الاحتلال على الأرض بحثا ومطاردة لمنفذ العملية الذي تمكن من الانسحاب ترجمة نانسي قنقر